اشتركوا في القناة لقد اكسبت السياسة الحكيمة التي ارسى دعايمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ من خلال المشروع الاصلاحي اكسبت مملكة البحرين مكانة اقليمية ودولية مرموقة في ظل تمتعها بمنظومة دستورية وقانونية وقضائية وادارية متطورة ومتكاملة نابعة من قيامها الدينية والحضارية وقد ادركنا في مملكة البحرين قبل عقد ونيف من الزمن اهمية التحرك نحو مزيد من الاصلاح والتطوير واضعين نصب عيننا المصلحة العليا لشعبنا بتحقيق مطالبه في الحرية والمشاركة السياسية والتي لا بد لها من ان تكون منسجمة مع تاريخ وموروث كل بلد وتطوره حقوق الانسان في مملكة البحرين امصونة والمجتمع البحريني يشهد تطورا مستمرا في كافة المجالات والحرص على الرقي في مستوى الخدمات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وكل متطلباتهم انما هي اولوية هامة من اولويات مملكة البحرين وتوفير اسباب العيش الكريم والامن والطمأنينة في مجتمع يسوده التعايش السلمي والمساوات وتكافؤ الفرص في التمكين بما يحقق العدالة والتنمية المستدامة للجميع عاهل البلاد المفدى كان ولا يزال الراعي والضامن الاول لحقوق الانسان وارساء دعائم حرية الرأي والتعبير وانما تحقق من انجازات مهمة على الصعيد الحقوقي ما كان ليتحقق لولا الارادة السامية والمتابعة المستمرة للعاهل المفدى ختاما نؤكد على التزامنا بمبادئ ومقاصد الامم المتحدة ودورها البناء في تثبيت دعائم السلام والمحبة والازدهار في العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر